أهلا بكم تجمع مقدمون رعاية بمن فيهم الأطباء والممردون والجراحون المتطوعون في مطار ترابلوس قبل التوجه إلى المناطق الشرقية التي دمرتها الفيضانات للمشاركة في عمليات الإنقاذ حيث ينشط رجال الأمن والمتطوعون الذين غادروا إلى درنا بحثا عن آلاف الأشخاص ممن فقدوا بعد الفيضانات التي دمرت المدينة يشكل الأطباء المتطوعون مجموعة تتألف من جراحي العظام وفني التحليل والممردين والعملين الطبيين المساعدين وفني التجميل عرف المغاربة في الداخل والخارج في هذه الأيام العصيبة بتكاتفهم وتأزورهم وذلك من خلال المبادرات الإنسانية التي انتظمت لمساعدة المتضررين من الزلزال المغاربة في الخارج قدموا المساعدات المادية والعينية والتبرعات عبر حسابات بنكية ففي بريكسال مثلا فتحت أربع بلديات مراكز للتبرع لدعم ضحايا الزلزال ويتحرك العشرات من المانحين والمتطوعين لضمان وصول المساعدات من المقيمين المغاربة والعرب الذين تزخر بهم بلديكا إلى مستحقها في المناطق المتضررة من الزلزال ينضم إلينا في السوديو محمد أدردور نائب رئيس الجالية المغربية في قطر أهلا وسهلا بك معنا فعلا كانت الجاليات المغربية في كل أنحاء العالم مثال على التضامن والتآذر من أجل المغرب أنتم كجالية في قطر ماذا استطعتم أن تقوموا به؟ بداية نشكر لتلفزيون العربي هذه الاستضافة ونشكر له أيضا اتمامه بالكارثة التي وقعت في المغرب وشهاد أن التلفزيون العربي كان من السباقين القنوات التي غطت الحدث منذ البداية وليلة الزلزال صراحة لم نكن لم ننم وكنا نتابع وكنا نعرف جدا يعني السبق الذي حققته أو حققه تلفزيون العربي طبعا بداية أيضا أود أن أبعث باسم رابطة الجالية المغربية بتعازي لملك البلاد أولا وجميع الضحايا ما حدث في المغرب ولجميع الشعب المغربي طبعا الجالية كما تعلمون أنه تحركت بكل ما لها من جهد ولها من قوة لكي تتجاوب مع ما حدث في المغرب ونحن نتحدث هنا عن خمسة مليون مغربي عبر العالم فنحن جزء في قطر جزء لا يتجزء من هذه الجالية يعني تعاطفنا وتجوابنا مع هذا الحدث وحاولنا قدر الإمكان أننا نساهم بشدة الطرق طبعا أخذين بعين للاعتبار حجم الكارثة وأيضا السرعة التي تم بها التجاوب في الواقع من الجالية المغربية كما قلت حول العالم مع الاحتياجات ما هي المرحلة التالية بالنسبة للمساعدات التي يمكن أن تقدموها وقد الآن الأمر تجاوز ربما الحاجات الآنية أو الإغاثة الطبية كما سمعنا من بعض ضيوفنا أيضا في هذه الجولة الصباحية صحيح المعلوم أن الجالية المغربية في الخارج مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوطن فبالتالي هي تستجيب لمداءات مثل هذه وطبعا كما لا يخفى عليكم أن الجالية المغربية في العالم تجاوبت وبشط الطرق سواء كانت مساعدات مدية مباشرة فعلى سبيل المثل هنا في قطر حاولنا منذ الوهل الأولى اتصال بالجمعيات الخيرية المتواجدة في قطر لمعرفة أهم المنتجات التي تسوقها في حملتها والحمد لله استطعنا أن نحفز أعضاء أو أفراد الجالية المغربية في قطر للتبرع لضحايا هذه الكارثة وخاصة المساهمة في الصندوق الذي أنشأته الدولة من أجل استجابة لآثار الزلزال بالمتبع للمرحلة القادمة طبعا مثل ما تفضلتم المرحلة الأولى هذه تقريبا مرت والمغرب الحمد لله استطاع أنه ينطلق إلى المرحلة الأخرى التي هي إعادة البناء فبالتالي هناك حرص على نجاح المرحلة الموالية لأنه نحن مقدمين ومقبلين على فترة أمطار وثلوج إلى غير ذلك وهذه المناطق معروفة بالثلوج ونحن سنظل مساندين ومساعدين ومساهمين أيضا في هذه المرحلة هنا ربما الجاليات هي بنشاط دائم على مدار العام أنتم كجالية مغربية وهي جالية كبيرة في قطر كيف تشكل العمل التنظيمي لهذه الجالية؟ في الحقيقة رابطة الجالية المغربية في قطر هي رابطة لها أهداف عديدة من بينها الاندماج في البلد المضيف وربط المغاربة أطفالا ورجالا ونساء بوطنهم الأم وكذلك تعاطف مع الحالات التي تنشأ في الوطن سواء في السراء والدراء كما قلنا رأينا الشعب المغربي سواء كان في الداخل أو الجالية كيف تعاطفت معها في عدة وقفات وفي عدة فترات سواء كان الأفراح ومسارات مثل ما رأينا في كأس العالم وأيضا مشاهده الآن في الضراء في هذا الزنزال فطبعا رابطة الجالية المغربية في قطر تحاول قدر الإمكان أن تغطي كل جوانب الأنشطة الخاصة بالجالية المغربية في قطر وهذا يعتبر جزء لا يتجزأ هو التعاطف مع قضايا البلد والاستجابة للنداءات الخاصة بالوطن الحبيب